اختسمت عمال الورشة التدريبية التي نظمت من قبل مبادرة شفافية في الصناعات الاستخراجية والتي تحدث إلى رفع كفاءات أعضاء اللجنة الوطنية الأولية وأعضاء الشركات البترولية في العاملة في البلاد تقريب ديغا محمد العج الورشة التدريبية التي نظمت لتحليل تقارير وحسابات الصناعات الاستخراجية والعائد المادي للبلاد من قبل المبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في تشاد أنهت دورتها التدريبية التي تهدف إلى تقوية الكفاءات لأعضاء اللجنة الوطنية العلية للأمانة الفنية أثناء كلمته الختامية أشار الرئيس النائب لللجنة الوطنية العلية للأمانة الفنية يولا زونغري عن الدور الرائد والإيجابي في إنعقاد مثل هذه الورش التي تسهم في تطوير الإدارة الرشيدة خاصة في الشركات البترولية التي تحتاج إلى هذا الجانب وأن المبادرة الشفافية متعددة المهام وتعمل كذلك في توعية السكان حول كيفية إدارة الأموال ونشير إلى أن الورشدة قد قسمت إلى أربعة مراحل تدريبية مختلفة وستقام الأخيرة خلال الأيام المقبلة